في موضوع آخر استقبل رئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بالقصر الرئاسي الخليفة العام للطريقة التيجانية الشيخ سيدي علي بالعرابي حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الدينية والثقافية بين الجزائر وموريتانيا بيان لرئاسة الموريتانية أوضح أن اللقاء جرى بحضور الوزير بديواني الرئيس الموريتاني مختار ولد جاي والمكلف بمهمة برئاسة الجمهورية الموريتانية سيدي محمد ولد سيدي جعفر والمستشارين بالرئاسة أحمد ولد أنيني وأحمد سالم محمد فاضل كما كان للخليفة العام للطريقة التيجانية سلسلة لقاءات أخرى مع مسؤولين كبار في الحكومة الموريتانية على رأسهم الوزير الأول محمد ولد بلال ورئيس الجمعية الوطنية الموريتانية اشتركوا في القناة